اشتركوا في القناة من يمن مونتر مخاوف من استخدام الحوثيين للمختطفين في سجون الحديدة دروعا بشرية من المشاهد نت قصر سلطاني في حضر موت ذاكرة تاريخية مهددة بالخطر وفي جولتنا الرياضية مدرب عربي عائد من موسكو نحن بحاجة لتغيير أسلوب حياتنا كي نفوز اهلا بكم ذهب عدد من المرضى إلى مستشفى الثورة في إب بحثين عن العلاج وبينما كانوا في انتظار الطبيب حدث ما لم يتوقعوا 12 جريحا بانفجار قنبلة كانت بحوزة مسلح حوثي في مستشفى الثورة بإب قال موقع المصدر أونلاين إن القنبلة التي انفجرت كانت بحوزة أحد مسلحي جماعة الحوثي والذي أصيب إصابة خطيرة كما أصيب رئيس قسم التمريض عصام المكرماني والدكتور محمد السعيد بالإضافة إلى مرضى آخرين وأفاد الموقع أن من بين المصابين مرضى قصدوا المشفى لتلقي العلاج وتغيرت حالتهم الصحية بعد الإصابة وعقب الحادثة نظم عدد من موظفي مستشفى الثورة العام وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم استماح بدخول المسلحين إلى المستشفى وتتخذ ميليشي الحوثي الانقلابية من مستشفى الثورة العام بمدينة إب مقرا لمعالجة جرحاها القادمين من محافظات تعز والحديدة والضالع في الوقت الذي تحرم أبناء المحافظة من الاستفادة من خدمة المشفى ما الذي تريده المنظمات في اليمن؟ تحت هذا العنوان كتب مصطفى ناجي الجبزي مقاله المنشور في يمن مونتر مضيفا ماذا عن المنظمات المحلية التي تستجيب لرغبة المنظمات الدولية وتتعامل بشكل مجتزئ مع القضايا اليمنية وبالتالي تجعل نفسها في صف المتمردين الحوثيين وبطريقة غير مباشرة تصور أن يكون مطلب منظمة محلية تعيش واقع الحرب وتعرف كيف دشنت الحرب في اليمن وبأي سلاح وتطالب بإيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية وتتجاهل سؤال ماذا عن سلاح الحوثي؟ تدرك المنظمات أنها أمام قضية خاسرة قانونيا وأن سوق السلاح أكبر من الشأن الحقوقي وأن مطالبها هذه تصب في صالح بائعي ومنتجي السلاح لأن السعر سيرتفع ليس إلا أو أن السعودية ستذهب إلى بدلاء آخرين وبما أن السلاح سيرتفع سعره فإني أذهب إلى أن المنظمات في الأخير تخدم منتجي الأسلحة لا أكثر لأكثر من عامين وغاية كل بيان المنظمات الدولية الكبيرة ذات الإهتمام باليمن ينتهي بمطالب إيقاف بيع السلاح دون النظر الفاحص للسلاح المتوفر بيد اليمنيين وتحديداً بيد الحوثيين بينما تتفاقم المأساة اليمنية ويرتفع عدد النازحين في مأرب وعداً وتعز والساحل الغربي عموماً بسبب الآلة الحوثية ولا نجد اهتماماً مناسباً متناسباً هذه الأسطر فقط لتوضيح أن المنظمات المحلية والدولية هي طرف فيما يحدث في اليمن وأنها ليست فوق النقد أو المحاسبة وأقصد المحاسبة القانونية والأخلاقية فكما ينبغي أخلاقياً وقانونياً محاسبة المتلاعبين بالإغاثة وإهانة الناس ينبغي محاسبة المتناولين للشأن اليمني أخلاقياً ومنهم المنظمات العاملة تابع موقع عدن الغد الأنباء القادمة من كوريا الجنوبية التي شهدت مظاهرات على خلفية وصول لاجئين اليمنيين إليها وعنوا الموقع مظاهرات في سيول بعد وصول لاجئين من اليمن قال موقع عدن الغد مستنداً إلى وكالة رايترز نظم كوريون جنوبيون مظاهرات في العاصمة سيول بعد الارتفاع السريع في عدد طالب حق اللجوء لتأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين وبحسب رايترز تجمع مئات المتظاهرين وسط سيول ورددوا شعارة مناهضة للاجئين مثل أمننا أولاً وطالب البعض بإلغاء سياسة الإعفاء من تأشيرة الدخول في حين تجمع العشرة من جماعة مدنية في الجهة المقابلة لدعم اللاجئين وهدفوا بشعارات للترحيب بهم يضيف الموقع وصل أكثر من خمسمائة واثنين وخمسين شخصاً من اليمن إلى الجزيرة الجنوبية بين يناير ومايو بالإضافة إلى أربعمائة وثلاثين يمنياً تقدموا بطلبات للحصول على وضع لاجئ في كوريا الجنوبية بحسب وزارة العدل يتابع الموقع في عام 2013 سنت سيول قانوناً للاجئين لتصبح أول دولة أسيوية تقر مثل هذا القانون الذي يوفر الحماية للاجئين أبدت رابطة أهلية يمنية تخوفها الكبير من استخدام جماعة الحوث المسلحة للمختطفين في سجون الحديدة دروعاً بشرية بعد أن اقتادت العشرات منهم إلى أماكن غير معروفة وعلق يمن منتر مخاوف من استخدام الحوثيين للمختطفين في سجون الحديدة دروعاً بشرية ووجهت رابطة أمهات المختطفين نداءاً عاجلاً دعت فيه الأمم المتحدة ممثلة بالمبغوث الأممي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية سرعة التدخل لإنقاذ حياة العشرات من المختطفين بمحافظة الحديدة وقال بيان للرابطة أن جماعة الحوثي حاولت نقل سجناء سابقين من السجن المركزي واقتيادهم عنوى إلى جهات مجهولة بعد تعرضهم ليلة أمس الأول للإصابات جراء إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيلي للدموع عليهم وأفادت مخاوفنا تتضاعف مما قد يحدث لهم في حين تم اقتيادهم لأماكن مجهولة في وضع أمني وعسكري بالغ الخطورة أو استخدامهم كدروع بشرية أزمة قيادة هذا عنوان لمقال كتبه صلاح سالم ونشرته صحيفة الحياة اللندنية مضيفة في أجزاء منه في الحقبة الحديثة من تاريخنا حيث تكلست الإمبراطوريات العسكرية وتهدمت البنى الرعوية وتفكك الإقطاع وانتهى زمن نبلاء الإقطاع وأفصاله وأقنانه وولد من رحيمها جميعا دول وطنية قومية صار أهلها مواطنين لا رعاية ومن ثم ولد الأدب السياسي الحديث ودار الجدل حول دول الإنتلغنسيا تلك الطبقة المثقفة المناضلة القادرة على نشر الوعي الثوري وقيادته كما ولدت التنظيمات الطليعية الحزبية القادرة على استلام السلطة حال نجاح الثورة كما كان لعاقبة إبان الثورة الفرنسية أو البلاشفة إبان الثورة الشيوعية أصولا إلى نخب الحكم النازية والفاشية التي ربما كان آخر الحماقات الكبرى التي نالت من حكمة تاريخنا وفي موازات العولمة الرأسمالية تعولمة الظاهرة الإرهابية وبديلا عن استالين المرعب كان هناك بلادنا العبثي واليوم نجد كيف أن النظام العالمي بات أسيرا لقادة دون مستوى تحدياته لم تعود الأفكار الكبرى تلهمهم في أغلب الأحوال خصوصا رجلا مثل دونالد ترامب العالم لديه أقرب إلى مسطح كبير لا يعد أن يكون حاصل ضربي طوله في عرضه سلك في طريقه إلى السلطة وفي ممارسته لها من والعقل غريزي يقوم بأفعال شرطية تنتمي إلى عالم الذهن والدماغ المحكوم بالأفعال الشرطية بأكثر مما تنتمي إلى عالم العقل والوعي المحكوم بالفكر الإنساني رجل يرى في نفسه شجاعة أكبر من سابقيه عندما يتمكن من الدوس على كل ما هو رمزي وأخلاقي طالما كان ذلك ممكنا لا تردعه عنه قوة صلبة ولا يحول دونه أدنى رغبة في التسامي أو حتى أي شعور بالحرج يواجه قصر السلطان القعيط الذي يقف في مدخل مدينة المكلة بمحافظة حضر موت خطرا داهما بعد تضروره مؤخرا نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة مطلع شهر الجاري حيث باتت أجزاء منه معرضة للتصدع والانهيار في أي لحظة ويعنو الموقع المشاهد نت قصر سلطاني في حضر موت ذاكرة تاريخية مهددة بالخطر قال الموقع في الوقت الذي لا يزال القصر شاهدا على الحضارة اليمنية العريق الضاربة في أعماق التاريخ أثرت الأمطار الغزيرة على رونقه الجمالي وألحقت به أضرارا باتت تهدد بطنص تاريخ القصر السلطاني العريق ويعد القصر الذي بناه السلطان غالب بن عوض القعيطي عام 1925 في عهد السلطانة القعيطية التي حكمت أغلب مناطق ساحل حضر موت من أبرز المواقع التاريخية الحديثة البديعة التي تحتضنها مدينة المكلة أو كما يطلق عليها سندريلا بحر العرب والمحيط الهندي وبني القصر على الطراز المامري الهندي ويتكون من ثلاثة أدوار يحيط به سور بمساحة كبيرة ويحتوي على دهاليزة وصالة لاستقبال الضيوف تسمى بالقاعة الحمراء نسبة إلى لون الكراسي الفخمة فيها وقاعة للاجتماعات قاعة للاجتماعات وغرفة واسعة خاصة للحكم ويتصدرها كرسي العرش وفي منتصف أكتوبر 1994 تحول القصر إلى متحف للأثار القديمة لحضر موت وكذا ممتلكات من حكموها سابقا إلى جانب وسائق الثورة اليمنية ويضم المتحف مئات القطع الأثرية والنقوش والعملات التي يعود تاريخها إلى عصور ما قبل الإسلام عثر عليها من مواقع مختلفة بحضر موت أثناء حفريات البعثة الأثرية اليمنية الفرنسية في مدينة شبوى القديمة وأخرى جلبت من حفريات البعثة الأثرية اليمنية السوفيتية أثناء مسوحاتها الأثرية في مستوطنة وادي حضر موت القديمة والمهرة إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية سبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد فجأة وبلا مقدمات وجد الفنان اليمني ناصر العنبر نفسه أمام بوابة سجنه وقد صارت مفتوحة أخذوه من زنزانته حملوه وقال له أحد الجنود جهز أغراضك هيا روح اذهب لرؤية أولادك لم تكن الأرض وقتها تسعني من الفرحة يقول العنبر لصحيفة العرب الجديد والذي قضى في السجن أكثر من سنة وجد هذا الفنان والناشط الشعبي نفسه وقد خرج إلى الحياة وهو الذي لم يحمل سلاحا ولم يشترك في أعمال عنف فقط كان ينشر مقاطع نقدية على اليوتيوب ولم يكن لسانه يترك أحدا وطبقا لصحيفة فقد كان ينتقد كل الجهات متقمصا صوت الناس العاديين المحرومين من أفسط الخدمات اليومية والتي على السلطة توفيرها لهم وفي كلامه مع العرب الجديد ظهر صوت العنبر على الرغم من سنة وشهر من الاعتقال متصالحا مع ذاته يقول أنه السجن في مدينة عدن وليس في مدينة المكلة كما أشيع وكان أهله يعرفون بمكان سجنه وعليه لم يكن مخفيا قسريا ونشعر بأنه لا يريد استثمار أي شيء حصل معه على نحو شخصي يقول محرر الصحيفة مضيفا نسأله حول تعرضه لأي أذن بداخل معتقله فينفي نسأله عن المعتقلين الذين كانوا معه وهل تعرضوا لأذى أو تعذيب فيقول عليكم أن تتواصلوا مع مساجين كثر ليقولوا لكم كأنه لا يريد الكلام بلسان أحد وعن لحظة استقباله عقب خروجه من السجن قالت الصحيفة وجدت استقبالا ضخما حال خروجي فعلوا لما يشبه الزفة العرس بالسيارات والأهزيج وحملوني إلى باب بيتي إلى جولتنا بين الصحف الفرنسية ونطالع في موقع فرانس انفو الإخباري تقريرا عن دعوة جديدة في تونس ويعنون الموقع الحرب في اليمن الأئمة التونسيون يدعون إلى مقاطعة موسم الحاج عام 2018 قال الموقع إن نقابة الأئمة التونسيين طالبت مفتي الجمهورية بإلغاء الحاج إلى مكة هذا العام وكانت الأسباب تتلخص في مشاركة المملكة العربية السعودية في اليمن وسوريا والركود الاقتصادي الذي تعاني منه تونس وقال التقرير الذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس إن الأمين العام لنقابة الأئمة التونسيين فاضل عشور طالب أو طلب من مفتي الجمهورية حظر موسم الحاج عام 2018 لسعودية أو السعودية تستخدم أموال الحاج في سوريا واليمن وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية ولتقديم حجة أخرى اقتصادية أضاف تكاليف الحاج باهظة أو باهظة بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية وبحسب وزير الشؤون الدينية أحمد أدهوم فإنه يتوجب على كل حاج تونسي دفع 12 ألف دينار بما يعادل 4000 يورو للذهاب إلى الأماكن المقدسة في مكة التي يتوجب على المسلم القيام بها مرة واحدة على الأقل في حياته يتابع الموقع بالنسبة لنقابة الأئمة يجب إعطاء الأولوية لتونس للخروج من الركود الاقتصادي نظرا لأهمية المقال الذي كتبه مؤلف كتاب تكاليف التخلف عن السداد نواصل نشر مقتطف آخر من المقال اليوم الثاني على التوالي والذي نشر بعنوان القومية توشك على الإفلاس وقد ترجمت صحيفة الغد المقال والذي جاء في مقتطف فيلم يبدو أن المواجهة بين القومية والعولمة وليس المواجهة بين الشعبوية والنخبوية باتت تحدد شكل الصراع السياسي خلال هذا العقد وحيثما نظرنا تقريبا من الولايات المتحدة إلى إيطاليا أو ألمانيا أو بريطانيا ناهيك عن الصين وروسيا والهند أصبح الارتفاع المفاجئ في المشاعر القومية هو القوة الدافعة الرئيسية وراء الأحداث السياسية على النقيض من هذا لم يكن تمرد عامة الناس المفترض ضد النخب واضحا في السابق فقد استولى أصحاب المليارات على السياسة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب ويدير أساتذة جامعيون غير منتخبين الحكومة الإيطالية الشعبوية وفي مختلف أنحاء العالم جرى تخفيض الضرائب على الدخول متزايدة الارتفاع التي يحصل عليها الممولون والمتخصصون في التكنولوجيا ومدير الشركات ومن ناحية أخرى تكبل العمال العاديون بصمت حقيقة أن الإسكان الجيد والتعليم الجيد بل وحتى الرعاية الصحية كلها أصبحت بعيدة عن متناولهم بطريقة ميؤوس منها تسود هيمنة النزعة القومية على المساواة بشكل خاص في إيطاليا وبريطانيا الدولتين التي اشتهرتا ذات يوم بالحس الفاتري بالهوية الوطنية ومن الملاحظة في بريطانيا غياب الأعلام حتى على المباني الحكومية وحتى في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان الناس هناك مسترخين إزاء سيادتهم القومية إلى الحد الذي جعلهم عاجزين حتى عن إزعاج أنفسهم بمحاولة الاتفاق على اسم دولتهم المملكة المتحدة أو بريطانيا أو إنجلترا أو ويلز أو اسكتلندا وكان الإيطاليون أقل حسا بالقومية إلى جولتنا الرياضية لهذا اليوم ونطالع في صحيفة القدس العربي الفرق العربية في حاجة إلى إعادة تفكير بعد الإقصاء تقول الصحيفة فاشلت تونس في الوصول إلى دهور الثاني لكأس العالم للمرة الخامسة ويقول المدرب نبيل معلول أنها ستواصل مواجهة صعوبات على الصعيد العالمي بدون إجراء تغييرات جذرية على اللعبة في البلاد ورغم أن المنتخب التونسي حقق انتصاره الأول في كأس العالم منذ أربعين عاما مساء الخميس بفوزه على بنما 2 واحد فإن النتيجة لم تكن لها أهمية بعد هزمتين أمام إنجلترا وبلجيكا وقال أن تونس والدول العربية الأخرى في البطولة مصر والمغرب والسعودية غير مستعدة للنجاح وأضاف لدينا أربعة فرق عربية ليست على المستوى المطلوب للبطولة لا يزال عليها بذل جهد أكبر وتحسين مستواها يضيف نحن بحاجة لوجود لعبين أكثر في بطولات محترفة حتى يستطيع التعلم والتطور لا أعتقد أننا على المستوى المطلوب نحن في حاجة لتغيير أسلوب حياتنا لأنه لا يتناسب مع كرة القدم على الصعيد العالمي نحتاج لتغيير الطريقة التي نتدرب بها وتابع نحتاج إلى جيلين إضافيين للوصول إلى قمة مستوى الأداء من حيث اللياقة والقوة البدنية نحن بعيدون جدا عن المستوى المطلوب فاز منتخب أرغواي صاحب أفضل دفاع في مرحلة المجموعات بعدما حافظ على شباكه نظيفة على نظيره البرتغالي السف في سوتي يضرب موعدا مع فرنسا في ربعي نهائي كأس العالم روسيا 2018 جولتنا المصورة تنقل أبرز اللقطات كما روتها عدسة مصوري موقع الفيفا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهكذا نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر